موضوع الحجاب ده محتاجين الكلام عليه لأنه ممكن ناس تيجي تقول لك وانتوا اللي بتشجعوا على مش عارف ايه وانتوا بتقولوا ايه لأ احنا دورنا نحنا نسمع ونوصل صدقه لكن نتكلم مع المختصين بمعنى هديكم حتى سمعتوا رأي الشارع الاغلبية قلتكم ما بيجيش بالعافية هل الحجاب بيجي بالعافية؟ لا الاجبار على الفضيلة يخليني باربي فضيلة؟ هتطلع بره البيت تقلعه اول ما هتطلع من بيك اول الشارع او يقول لك عشان البنات ببوض بعض يا بص يعني من دلوقتي ايه طعيل قساح ده ما خليها ايه تبطل الكلام ده طيب هو عمتا الحجاب هو عند السن الصغير بيبقى زي العادة البيس الحجاب وصلي عارفة الاحساس ان انتي ايه لان تصلي شكلك حلوة قوي في الحجاب بتبتدي واحدة واحدة نعلمهم يحبوا الحجاب شكلك حلو انتي امورة الصلاة صحابك طب ننزل نصلي في الجامعة الكيان مثلا في رمضان فده انت تتعود على شكلها بالحجاب واحدة واحدة لازم نهيق لها ان انتي بعدش وان شاء الله لما تكبرت وصلي سن كذا هتتحجبي لازم نعمل تهيق طبعا ده مش موض في الصورة او في النموذج ده انا احنا بنكلم شو فرد او مش فرد لا احنا بنكلم انه ايوة ازاي اعمله رفو عليك ازاي نعمله ايوة ازاي تعلم ولادك انه في سن معين بنيجي نتكلم فيه انه احببها وقولها ده الطبيعي وتحفظي على نفسك وتلبسيه يمكن احنا مقصرين او 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 فانا حاول اشدها لي لكن بالعافية هتلها اي حاجة تلبسها بطول ان انا مليش اي رأي في موضوع اللبس ده خالص انا ياما شفت ناس لبسة يرهاب وبتروح تغير وتلبس لبس تاني قبل ما تروح البيت بالزبط ما ليس ايلالك بفعل ده بيحصل حرفيه بتطلع بره البيت اه اه عادي جدا عادي وتشمر وتحط روج وتعمل كل حاجة بترجع البيت بالنموذج اللي هو عايزه طب ما انت كده عملت حاجة عن انفصام في الشخصية انت خلقتمنا شخصية بوشين كس فاحنا طلعنا سايكوباتي بقى ده لو ولد هتطلع سايكوباتي اللي هو لأ انت لازم تصلي انت متكدبش انت مصيرش ورد ربي ده انا كل الكلام الكتير اللي بتقال بالاجبار مش هينفع في الاخر حددك هتروح وهو هياش حياته وهلقى احنا بنتعامل مع مرضى في الشارع فده مش صح فبرضو انا هنا برضو بتكلم عن ام الجدة انا مليش كلام معها لان هي مش هتسمع خالص لهم اكتنى عنها صح لان هتنتكلم على تاريخ بقى يعني دي جدة فبقى عمرها كله كده فمش هتسمع لحد تاني خلاص ممكن تحن بعد شوية لما تفقد احفادها بيبقوش موجودين معاه تبدأ تهدى شوية القبو طبعا بما ان احنا بنتكلم في المخدرات وبنتكلم في جهل فاحنا عندنا كده كام عامل بيقولون الشخصية دي مش هتتغير ومش هتسمع فانت محتاجة انك يبقى فيه تدخل فورا